اكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه لنشر السلام وإرساء التسامح والتعايش بين الشعوب رسخت من مكانة مملكة البحرين كدولة رائدة في التقريب بين الثقافات وإثراء التفاعل بين أصحاب الديانات والمعتقدات في مختلف أرجاء العالم وأضاف سعادة وزير الخارجية أن مملكة البحرين كانت ولازالت تقدم العديد من المبادرات التي تركت أثرا عظيما في مجالات التسامح والتعايش والسلام ويجسد ذلك إعلان مملكة البحرين الذي يعد رسالة واضحة بقيم المملكة التي تدعو إلى تعزيز الحرية الدينية وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذي بات أنموذجا يحتمى في نشر ثقافة التواصل والتقارب بين الثقافات العالمية والانفتاح على الآخر إضافة إلى تجشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سفيانزا في مدينة روما وإطلاق برنامج السلام السبراني لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي تأكيدا من جلالة الملك المفدة على ضرورة نشر هذه الثقافة الإنسانية العظيمة وأشار سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إلى تزامن اليوم الدولي للسلام مع توقيع مملكة البحرين لإعلان تأييد السلام مع إسرائيل في خطوة تاريخية مهمة تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين تجسيدا لإيمان مملكة البحرين الراسخ بأهمية نشر السلام ونبذ العنف في العالم للوصول إلى مستقبل أكثر أمانا وازدهارا لشعوب المنطقة وأكد سعادة وزير الخارجية أن إشاعة السلام وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والإقاء مبدأ أصيل في مملكة البحرين يحرص جلالة الملك المفداء يده الله ورعاه على ترسيخه في وجدان شعب البحرين وشعوب المنطقة والعالم أجمع ونشره عالميا تأكيدا لأواصل الأخوة والمحبة التي تجمع شعوب العالم والتزاما بتعاليم الأديان السماوية والمواثيق الدولية